لحظة اعتقد ده مهم جدا وده بيبقى ليه فرحة مختلفة كل النادي الاهلي هو اول نادي مصري او البطولة دي تخش للاول نادي مصري يحصر عليها ويكون النادي الاهلي اعتقد دي برضو ليها فرحة كبيرة جدا واعتقد ان كان مهم جدا زي ما قلت لكم بقى راح وهفضل اقول كان مهم جدا ان احنا ننهي سنة 2014 باحتفالية ما حد ممكن يقول لي كان فيه سوبر افريقي كان فيه كاس السوبر المصري لكن السوبر الافريقي ده برضو كانت بطولة مهمة جدا وبرضو النادي الاهلي كان صاحب السط فيه ان هو يدخلها سنة 2014 انما الكاس السوبر ده حاجة محلية ما فيهاش كلام او مش هتضيف حاجة للقرى المصرية بشكل عام انما ازا هو بقول لكم سنة هتعدي بحلوها وبمرها والحمد لله ان هي اختتمت بشكل كويس من النادي الاهلي اكيد اللي هو بيشرف كل انبياء مصر واكيد شرف الرياضة المصرية والكرى المصرية امبارح خلونا نتفرج دلوقتي على كواليس ما قبل مباراة امبارح نشوف الناس كان بتقول ايه وتوقعاتهم نطلع نتفرج على الكواليس ونرجع عشان عندي بقى تعليقات كده او عندي كلام كتير حوالين من النجمة السائدة وهي نجمة الحظ النادي الاهلي اخد البطولة بالحظ النادي الاهلي لو عنده حظ مش عارف ايه كان عمل ايه طب خلونا نفرج على التقارير ونرجع نكمل بقى الكلام موسيقى 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 بإذن الله الأهلا يكسب 3 بإذن الله عبدالله سعيد المسعدين ومتعب إن شاء الله موسيقى الiah الاهل يكسب اربع ان شاء الله. ان شاء الله كله صفر. ان شاء الله ان شاء الله طالة صفر الاهل هيكسب اشتركوا في القناة صفر الولد الصغير واللي متوقع تلاتة واحد واللي متوقع يعني مكسب بالنادل الالي ودخول الكمفدرالية الافريقية على يد بطل القرن النادل الالي يعني توقعات كتير كانت قبل المباراة اكيد ما كانش حد يتوقع السيناريو الدرامي اللي حصل به لقاء مباراة لان فرقة سوي سبورت يا جماعة حولوا الجبولي بعد زكرة مصطفى يونس لان كابت مصطفى يونس هو الوحيد اللي كان بيتكلم عن ان الفريق ده هيقرفنا في المباراة التانية كل الناس كانت يعني بتكلم عادي ضعف فرقة سوي سبور الافواري وانما كابت مصطفى يونس انا تحديدا شفته واعتقد كان في تقريب معنا هنا في البرنامج وقال ان الخوف مش من اي حاجة على قد ما ان الفريق ده هيبان بشكل كبير جدا منظم وكويس لان كله بيجي استاد القيارة بيلعب عنده مساحات فنحاول نجيب كابت مصطفى برضو يعلق لنا على الكلام دوت ويعني نتكلم معاه طيب عايز اتكلم في القصة تاعة الجماهير قبل ما اخش على قصة الحز الجميلة المصارى الايام دي او اليومين دول او مش اليومين دول من انباراة يحب الليل ما شاء الله الناس كلها عملت تكلم فيه نغمة الحز والنادل اهلي بطولاته بالحز طيب مرة اوقات النادل اهلي بطولاته بالحكام ومرة تانية اوقات بالحز ماشي خلينا بس نتكلم على قصة الجماهير الجماهير انا من فترة طويلة جدا قلت على اهمية الحوار مع الجماهير وكنت بقول ان دايما عندنا نقطة خلافية وعندنا دايما حاجة ناقصة ايه الحاجة ناقصة؟ كنت بقول دايما ان بيحصل اجتماعات ما بين وزير الداخلية ووزير الشاب والرياضة ورئيس الاتحاد ورؤسات الاندية طب فين يا جماعة اللي عنده المشكلة؟ الالترس طب الالترس موجود او الجماهير موجودة لا مش موجودة على طربيس الحوار ازا فيه حلقة مفقودة ازا فيه حاجة مش مصبوطة ازا مش هنوصل لحلول لان انا ما بجيبش الطرف اللي عامل المشكلة واللي عامل اصارة للمشكلة واللي عامل بلبلة وبيعودش معاه وبتكلمش معاه وبعرفش هو زعلان من ايه قافش من ايه من ايه الدنيا مش هزاي فدايما كان بيبقى فيه حاجة ناقصة في الحوار فعشان كده كنت دايما بنادي فيه ناس بقى قالت ان انا بروج لجماعة ارهابية ولا لجماعة مش عارف ايه ولا الالترس دول مجموعة مش عارف من مين انا ما عنديش مشكلة مع اي حد يقول اي حاجة علي ان انا مرة بتكلم في نقطة اهمية الحوار حتى لو مع واحد اه مع اعتى المجرمين اهمية ان انت تفهم ايه يعني ايه وبقى مجرم ليه ده ده حاجة انا من وجهة نظر اللي لازم تتعامل طيب طيب خلينا بس قبل ونتكلم او نستكمل اه قصة الجماهير اه مداخلة مهمة لان انا اتربطها شخصيا لان كابتن مصطفى يونس زي ما قلت كان معايا في تقرير هنا او اتفرجت عليه في برنامج مش فاكر ولكن قال تحديدا ان الفرقة دي بشكل منظم جدا وده اللي مصر كلها ما كانتش متوقعها الناس كلها كانت متوقعنا احنا نقابل فريق مهلهل فريق ضعيف فريق اه اي كلام زي ما بيقوله لما كابتن مصطفى قال الفريده يبقى ليه شكل مختلف في استاد القائرة كابتن مصطفى ازايك? عامل ايه كله تمام? مبروك عليك وعلى النادي الاهالي وعلى مصر كلها. مبروك علينا وعلى الشعب المصر وكان محتاجين الفرحة ديت. والحمد الله اعتقد الفرق اه الشعب المصر يفرح النهاردة. بالزبط بالزبط. كانت مصطفى يعني عباروش حويك سمعتين يقول لأ قولت ان حضرتك من الناس العليلة اللي انا سمقتها وقالت ان الفريده يبقى بشكل مختلف جدا في استاد القاهرة. اه حسب بكده ايه مع ان هو اه في المبارا الاولينية ما كانش على نفس القوة. لا انت بلعب النادي بقى حساب. ان بيلعب بطل افرخ لها اللي بتعمل الاحساب. اه ما فيش حاجة يدكي عليها. اه اه الا لك parties. الصوت بيقطع كعتوصفة جدا مش هفيني لنا اسمحها هوية كب change. بقول لك احنا ثلاثا من هزيمة لها جدا يحصل امترادات بالجولة وكور بيعالاتك. يعني يا ربنا عايز كده. افكورة كده اه مش عايزين نتكلم في سلبيات النقاط عايزين نتكلم نفرح والشعب المصر يفرح لسبوع الجاي نتكلم مع بعض تاني وحاولك منهوذة ماظري السلبيات ايه اللي كانت في الماتش والسلبيات ايه في التغييرات اذا كان هنا ولا هناك ولا طريقة اللعب ولا طوب اللعب ولا اللعيبة ولا طريقة الدفاع والوجود نتكلم في سلبيات شوية لان احنا نحن احتياجين من عرف الشعب لعرف الناس ونهو بتتنظرنا انهو ممكن انهو بقى صح وانهو بقى غلط لكن النهاردة احنا عايزين نفرح ونفرح الشعب المصري والحبة ايه تتقن فيها اللي ايه صغيرين وعندهم المرتاج ده مهمدة جدا من نسبالهم انك انهو قد تكسب ده حصل علاوة على ان كنت بتلعب بتلعب تلعب بكيه اثنى مصرحين في الملعب وبعدين يوم بس كتير اه امد متى مش في حالته معينه عام مجيز في التاريخ امد متى مش في حالته بتلعب نصبين فكل ده اثر علينا في المثال في الاداء يعني لكن مشروط التاني الروح القتالية وروح الفنالة الحمرة والتصراع المخصب هو ده كان يجب جدا نفس المنظر يعني عن اللتيجة او الاداء او 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 لكن كان هناك في روح عالية جدا في الاداء واللعب تمام طيب يعني طبعا كلام مهم ان حباك بتقول ان احنا ناجل الكلام الفني شوية لان فيه كلام فني كتير هيصار حباين النادل اهل الفترة القادمة لان فيه تغييرات وتشكيل والكلام اللي انت حباك بتتكلم فيه ولكن عايز بس اكلم اصلا حباك على حاجة نغمة طالعة من مبارح كده من ناس معينة يقولك ان الاهلي طول عمره والحظ معاه والبطولات بيخدها بالحظ اوقات كانوا بيقولوا بالحكام دلوقتي بقى النغمة بقت الحظ شايف الرد على الكلام ده ممكن يكون بيئا الرد بسيط جدا اللي كنتو بغيزيكم لفيه صورة الماركة انا عرفوا يجيعوا حظ ناس يروح اشتريون اثنين ثلاثة كيلو الكلام خيب وكلام ناس اهلاء وناس حقبة مش عايزوا الكلام ده وانا اصفتني ان مصلي بحق ده مش عاجبتها بالحظ يعني على المدار عشرين بطولة بالحظ يعني عشرين بطولة افرخيب والحظ ما اعتقدش ما اعتقدش وزي برد دايما الناجل الاهلي هو اللي بيعملنا مش نفس نعمل الناجل سواء المدربين سواء اللاعبين سواء اداريين سواء اعضاء سواء الانترين للناديل الاهلي هو الناجل الاهلي بعملنا كله والمنظومة يعني مع اختلافة في المجلس الابارة اللي فات اه وبعض ملاحظات على النجل سبحانه لكن المنظومة الوحيدة المحضوطة في كرة على مدار العمر لكله بالتالي ممكن تبت اقل لك انت اكثر تنظيما وانت اكثر احتراما للاجهزة بتاعتك وفرقيتك ومدربينك فاربانا يتامل مزبوط. وربانا يتاملين يا عشيتوس. المجتهد اللي بيت عبد عبد بالضبط انت عليك تسعى وربانا عليك توفيل. طيب كابت المصطفى انا انا جبت احصائية كده اه حوالي قلت عشرين بطولة افريقية انا جبت بقى كل البطولات سواء اه دوري كاس مية تمانية وعشرين بطولة مقارنة اشيتوس واقى ما ديش وقت مقارنة ما احترام الكل عنده يتمط وعلى راسول الزمالك. مم. مفيش وقت مقارنة بما ينجل اهل واي حاجة. ام. انت بتلاقي انت بتتعدي الفرق العلانية في العالم كل ريال مدريد والانتر والبيتاع ما بتتعديش حد اهل. مم. ما انت بتتعديش نفسنا في اي حاجة بها احترام الكل عنده يتمط. مم. ونحل لو لعيف الكورة يا كابتن يبقى جيل بياخد بطولات اه اختفى مفيش بطولات انما الاجيال العملة تمشي وتيجي وتروح واعتزل ويتصاب يا شيتوس انت واخد الدور العام ببنبو ورمضان صبحي اللي عندهم سبعة عشر سنة مزبوط مازل ما بتركك وبركاته عنا بنك عبر وقل جمعة وده تعمل ايه لا لا بس هيقولك ده ده هيقولك ده ده دور ضعيف كان مجموعتين وبتاعه وجو كده دور ضعيف اه والله يعني دور رأيت يلقون خمس متشات وخمس دوري هم اللي ضعفة ماش الدوري اللي ضعيفة تبقى الفرق المصروية هي اللي ضعيفة اول مرة تحتفى في التاريخ الاعل اختر خمس متشات وياخد الدوري احنا منعلى ايامنا الاعل الاعل ليخسرها بزمان كوزيزة اخد الدوري الاعل يختر خمس متشات وبيخسر الدوري برضى وباعجاج مش جنجاز صح صح لكن لك لننفكر بقى في المستعبى القرة في مصر نسبنا من المسل من نفسيني ديت ازاي اللي تعبنا. قدر ما تقول لك مبروك وما تقول لك الحمد لله. ان الكرة المصرية اه النادي الاهلي رفع اسم الكرة المصرية بعد ما بنغمة حظ. وان ليس الكرة مش عايزة اخليها اه طائر ومش. لأ دي كرة يرياضة ونطر عامة اخرى وتكسب المرضى تخسر يمكن تلعب وحش وتكسب وتلعب كواس وتخسر. ايه دي كرة يا نسل تتكامل تقول لك حظ ومش حظ. يعني ليس كرة. صح. يعني مش كرة ولا. هي دي كرة. هي دكرة. هي دكرة. هي دكرة. هي دكرة. هي دكرة. تتغلب سبعة ملعبه من المل. ام. الرجال تبعك كده بالقلمينة بطلة العلم في ملعبه وقم اقطع لرجيل. يعني هدي اقول لك دي دي ناس مريبة مانهاش علاقة بالذكورة ولا بالرياضة ولا ولا كلام ذلك. لكن يبقى النادي الاهلي هو المؤسسة المحترمة في مصر. ام. المؤسسة الرياضية بتاع شكرا. عشان ما يؤولش الكلام. اقول لك متفقيني مش عارف ايه احنا بكلم في الرياضة مش في السياسة. اه طب. بيتكلم النادي الاهلي المؤسسة الوحيطة المنضبطة في مصر. ام. طب التالي بيحضر بطلاب لعيبة واي حد مره ان كنت سمع خناع مع اكرامي دلوقتي. ام. ان مانوز زي بيتكلم على النادي الاهلي بتكلم على الخواجة بتكلم على اللاعيبة. يعني انا مش اعتقد اتكلم في المواضيع الاجينة دي اشيطس. ام. يعني يعني اللي عمل في النادي اهلي. اللي خلاك بني ادم واللق ايه مفس في العالم كله. وانه وانه بان اهلي. ام. فالناس متلطحش نفسها. ام ام. يعني ده ما عمل المزي العمل نحنا كمان ولا فكرة. ما احنا معنا كل من اللي من شغل و اللي من شعلك مهين و اللي من هنا ومن هنا. اللي عمل اتواجه لنادي اهلي برضو عشان اللي اللي نفسي مي يشهد. مزبوط. مزبوط يا ابتام لكن لاجم مبارك لجمهور الهدى لاجمه ادارة صادق بتاع حسن حمدي والمجموع الى لاجمه مبارك لمحمد يوسف فاتحة او كابتن فالحة او بروس سمع فيه سمع فيه لاجمهور الى لعبة اللي بطلت ده ادارة الاهلة مزبوط لجينا ادارة متكاملة وانا بحيي على الاعب السادس ادارة الكلام ده هو ده ادارة الاهلة بقى صح او ده مش نريس هيعطع ولا اقول لك المدارد ده معندوش فكر عصمة مش عارف ايه يعني ايه لأ انحنا بيحترم بقى لينا بنتقر احط النادي بنتقر ان احنا من احنا من نتشفى ولا احنا من التاريق ولا احنا نقالل ان نقسب مش موجود في مصر بقى له سمين وبطول اول مرة تخش مصر لا لا احنا احنا بس 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 البلد مش هتتعادل ان النفوس ما تتغير تمام كابتل من صفا يونس نجم النادي الاهلي السابق وكابتل النادي الاهلي انا بشكرك شكرا جزيلا هطلع لفاصل وبعد الفاصل هرجع عشان هنتكلم في قضية الحوار مع الجماهير واهميته وهل اللي كنا نتكلم فيه او اللي انا كنت بتكلم فيه قبل كده كان مجرد بجري ضد الطيار وعايز يعني الناس كلها بتقول عقبوا الارترس اعملوا الارترس مش عارف ايه الظاهرة الكلام ده كله كان الناس واخدت تجاه وانا لو حيضه كنت واخدت تجاه الحوار هل جاب نتيجة الحوار ولا ما جابش النتيجة بعد الفاصل نتكلم فيه احسن 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 ا احسن نادي كمان مش عادي بداوي نادي دايما بيعدي الازامات واصل العالمية نادي ميامية ده كلامي شوية اه الاهلي ده كل جميع عدا مش معقولة عدا من الفطولة عدا مش بسهولة وكله بشهد الجميع قول من القلب شوق اللعب وما في الصعب الاهلي نادي البطولة احسن نادي كمان مش عادي بداوي نادي دايما بيعدي الازامات المترجم غريك اهلي 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 يلا بينا نرفع ايدينا جين نشجع الاهل فنلا حمرا بنقولها كلمة اده نادي القرن الاهل يلا بينا نرفع ايدينا جين نشجع الاهل فنلا حمرا بنقولها كلمة اده نادي القرن الاهل وصل العالمية نادي ميا ميا ده كلام شوية اي الاهلي ده بو الجميع حاجة مش معقولة عدامي البطولة حاجة مش بسهولة وكله بشهد الجميع قول بالقلب شوف اللعب وما في الصعب الاهلي ينادي البطولة احسن نادي كمان مش عادي ده وينادي دايماً بيعدي لازمات هو الكبير صانع الفرحة القادر على اسعاد الملايين من جموع محبيه في كل مكان البطل الذي تجده في الاوقات العصيبة مهما كانت الظروف المحيطة به انه النادي الاهلي بطل الابطال والاكثر تتويجاً بالبطولات في العالم انجاز جديد حققه الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بعد تتويجه امس بطولة كأس الكونفيدرالية لاول مرة في تاريخه بالفوز على سيويسبور بهدف قاتل لعماد متعب لتعيش جماهير الاهلي والجماهير المصرية ليلة سعيدة لم تعيشها منذ فترات طويلة بسبب الاحداث المتلاحقة التي تعيشها البلاد وزاد من حلوة الانجاز وغلوته ان التتويج بالكونفيدرالية جاء لأول مرة في تاريخ الاندية المصرية وسط ظروف عصيبة بسبب الاصابات والنقص العددي في صفوف الفريق ليرفع الاهلي رصيده من البطولات القرية الى عشرين بطولة بفارق بطولتين عن الميلان ايطالي اقرب منافسيه الفوز بالالقاب واسعاد الجماهير بات حكرا على الاهلي بعدما اخفق منتخبنا الوطني في التأهل لنهيات امم افريقيا ثلاث مرات متتالية ويبقى ان نجوم القلعة الحمراء رفضوا ان ينتهي عام 2014 دون ان يحصدوا بطولة قرية جديدة بعد الفوز ببطولة السوبر الافريقي في فبراير الماضي عقب التغلب على الصفاق السيء التونسي الاهلي لم يكتفي باللقب الذي جاء بصعوبة بالغة بل اصر على تأكيد انه بات متخصصا في تحقيق الفوز في الوقت القاتل بعدما نجح عماد متع في هز شباك سويسبور الافواري في الدقيقة السادسة والتسعين من عمر المباراة ليتفوق على السيناريو العالق في ادهان الجماهير المصرية والتونسية والعربية والافريقية عندما فاز الاهلي بلقب دور ابطال افريقيا في عام 2006 بعد تغلبه على الصفاقسي بهدف ابو تريكا في الدقيقة الثانية والتسعين من عمر المباراة ويحسب لمجلس ادارة النادي الاهلي الحالي برئاسة المهندس محمود طاهر انه نجح في حصد ثلاث بطولات منذ توليه مهمة ادارة النادي في اواخر شهر مارس الماضي بينما هي البطولة الثانية للاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الذي قاد الاهلي للفوز بالسوبر المحلي بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح موسيقى سيطان تشايا تغلبه على الزمالك سيطان تغلبه على الزمالك سيطان تغلبه على الزمالك انه نغلبه على الزمالك ويحسب لمجلس ادارة النادي قبل الحى الأير علي انا قول الحق كان لهم كاريع النادي الآلي أحسن الفريق قول الحق كان لهم كاريع النادي الآلي أحسن الفريق من الثلاثة شمال من هبسك ناج والعنى سلطة يتم تشجع الأفراد تاريخ ديبير تاريخ عظيم أميره عظيمه وطلقه عاليم من الثلاثة شمال من هبسك ناج والعنى سلطة يتم تشجع الأفراد الاغنية دي لها تأثير عليها تحديدا بجد مرعبة يعني الثلاثة شمال فعلا بتهد جبال بشكل كبير جدا الهتفاد بتاعت الجماهير المتواجدة أعتقد ببقى لها يعني رب فعل على اللعيب بشكل جامد جدا خلونا أتكلم أو أرجع تاني لقوبية الجماهير اللي كنت بتكلم فيها قبل كده كنت أقول دايما أن في حاجة نقصة في الحوار وهو أن الطرف اللي عنده مشكلة ما كانش يبقى قاعد على الطرابسة بتاعت الحوار وقلت لازم يبقى قاعد ولازم نتكلم ونسمع وجهة نظر طيب مبارح الجماهير الصبح عملت موقف غلط وهي أن واحد تقتحم استاد القاهرة وتخش عشان خاطر تعمل دخلاتها أو تبدأ بروفا من بدري طيب الموقف ده قانونا غلط يعني الموقف ده يتحسبوا عليه ولكن أنا عايز أقول الموقف كان بيتعالج قبل كده ازاي وتعالج مبارح ازاي الموقف قبل كده كان بيتعالج بقوة وشدة وحزم جامد جدا وأوقات كمان كان بيبقى فيه خروج عن النص بيحصل الاحتقال والمشاكل اللي بتاعه طب خلوني أنا مش عارف اتكلم طبعا العريس فلازم اتكلم العريس بتاع مبارح اللي فرحنا يعني كابتن عماد متعب هداف النادي الاهلي وهداف منتخب مصر والرجل العريس بتاع مبارح مجيء في الديئة دي او في الوقت ده والله بكلم ناس كتير جدا فرحانين فرحتين الفرحة ان الجون طبعا جيوا ان الاهلي كسب والنعمد متعب تحديدا من هو اللي حط الجون متعب كان كلام كتير حوالي ان متعب ما رجعش المستوى متعب مش عارف بيجيدي جنف ده منهور بس متعب مش عارف ايه مبارح يعني بالجون اللي انت جبته المهم المميز الجون اعتقد كمان ستايل اه كان هايل يعني وتركيز شي ديد بشكل قوي جدا ما كنتش بنهتبني باي كلام تسمعه ها؟ طيب برضو عايز اسألك يعني هل اليأس اتصرب لك مبارح في المباراة قبل ما تحرز الالف طبعا هل حسيت ان الماتش بيروح منكم؟ حسيت ان الماتش بيروح منكم او قبل مشروط تاني يبدأ وكان بيكلمك كلام خاص في الملعب كان بيقولك ايه؟ لا لا يكن دي مركزين وكان بيكلمك المعيبة في المجالحة في الملعب عندنا خضرات وحسيت ان الماتش بيروح منكم سابقا بيكلمك ايه؟ نتب اه يعني ليه الفوز تأخر او كده يعني ليه كان كان نابل اهلي كنت تحس انه الدراما دي اللي احنا فيها ليه تأخرت او كده؟ امًا عشاني ربنا راجين للجلبة صرحة الخيورة يعني بالفرحة الخيورة وحرحة نبعطان إنتني ذلك يفيدتك في أول مزابر طبعاً مستدام شخصة يعطينتها هل تعطينها في الأعز؟ آه أمان وضع الطبيعة وعن الصعوبة إنت عندكالي شعبات جديدة مستدام بابات المزلوصة أنت لا يبكت مستودة شعبات اللعبة بحالي 5-10 علي باب فيما كنت ماتنى ملاعب يتُحامل عندها الزهاد كلاعب كبير من لعب تنادي الاهلي الكبار الموجودة في الفرقة دلوقتي مين وانت قلت ان في لعبة سنة اولى نهائي وقدام جماهير اتكلمت مع من بشكل شخصي وقولت له تركز وما فيش مشكلة وما تخافش وما تقلقش الكلام دا طيب محدد شينكا من فريق سيوس بور كان بيضيع فرص خطيرة جدا وكانت جديرة ان هي تنهي المباراة لصالحهم. هل مع كل كرة بالضيع كنت بتحس ان ربنا رائد وكاتب المكسب لناد الاهلي. مصبوط. احساسك ايه بعد الكرة اللي بتاع برجلك للشمال والعيد طلحها من على خط الجنب دماغه. اه مش عارف اه مش عارف ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه ما كنتش ملكز في ايه اللي بيحصل صح؟ لا ده ايه ديني جزار ده ازل من نكشة المنطقة. اه. ونكلشة المسجدة. اه عن فكرة انا انا قاد عم شوف ابيد من فرحة اه في السجديرة بدا انه اه اه. ومهدد سنفوات فاطبة انا تفهم? ما بصش لديب لا خلي بالك اه? لا انا عمالت فكرة بصي بنش. لا مبانش. طب ازاي مبانش? كان لازل تلوص لديب لا. انا السمك زاد على المدرب. اه اه على المدرب. على البتة مجدش علىها طانسة. يعني بوست الدبلة? اه يعني دي حاجة اللي ها. لا يا انت عشان. انا اشيه اتب عصان لقياة بسات دلالتشت لفهم بجاب انت بتصاد دلوقتي بجاب? اه اه بسات. فين في العيان السخنة ولا في الغرداء ولا فين? بسات وخلان ده شيه اتب عشان بقياة بقياة. طب بقولك ايه? انبارح محمد بركات كان معايا في البرنامج وقال ان ان اكلة السمك اللي كانت اول مبارح هي اللي زبطتك. يعني اه انا بركات الساد معايا بعمل معايا احنا دي تتعليه في الوطن. في الوطن. ادوك شربة مجادم? متعب اهم جن في حياتك متعب. عايز اعرف اهم جن في حياتك. هو الجن ده? اه شيء تبقى. ده جن 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 جزائر. الجن ده وجن الجزائر يعتبر اهمه الاهم في مشهور حياتك. ناتي حدف. متعب اخبار رقم تسعة ورقم عشرة ايه? نوع على ايه? لا انا خلاص. انا خلاص انا انا بسعة خلاصي في الاخر من برنامج دي همبارك. اه 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 سمعت سلامة مبارك. اه اه مش عارس اي فهو بساحة حتى لا. ماشي. حاول تنكل راس في نفاحتي والله ده اتزحك لواجه اللي اتعارف انا ما ادحبك ايه? انا انا بالطول عند احرشك انا مفي المنتخل بنتان. لا لا انت انت وجد نظر انت عملت تاريخ بتسعة. عملت تاريخ بتسعة. فيعني اعتقد ان كان مهم ان انت تستمر بها. ولكن في الاول فياخد ده رقم يعني انا بحزر يعني. في الاول فياخد ده رقم ممكن تستعبقكم انا اني انت بتولي صح. ان انت بتولي صح يعني. اه. اه. اكثر يعني انت من اخواتي انه اعطلنا قطع دي اللي خلاص انت الرقم ده اه بعد قبل التحسين حتى في الناس اللي عمي انت مجدت في الناس لا تدازو لما بطن اتعلم بيحيقة نضطل ابيض ثمي نخلي التكليفية نتبعرش يعني انتاني لا لا يوجد مشكورة خالص لا لاني الناس اللي عميش على البيضي تقولين لما الا 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 السنة دي اه اه السنة دي بقوم مجد ربنا يا كريمة كان متعب يعني واعطاك الده ويش سلين كانوا شاحلوا عليك اه اه افيد اه افيد بك اه افيد بك بقى للصيد وعايزين عزوما جانده بقى بعد ما ترجع. انا عزمك العزوما انا اللي عزمك عليها ما تقلقش. عزمك بالسبك اللي انت هتصطاده. بالسبك اللي انت هتصطاده كمان. بشكرك جدا انا ما متعب النادي الاهلي ونجم النادي الاهلي. طيب فكنا بنتكلم على موضوع الجماهير. مش نرجع لموضوع الجماهير تاني والقصة. ان ده لحصل اه اه زي ما قلنا اه قبل كده ان حصل اختراق واقتحام من بعض الجماهير عشان يعملوا الدخلة مش اصدقوا من هم يخربوا ولكن اصدقوا من هم يعملوا الدخلة بتاعتهم من بدري ويعملوا البروفات بتاعتهم من بدري. ايه بقى الطريق اللي حصل حوار? حصل كلام بمنطقة الخبرة بمنطقة الحنكة من الجهة الامنية من الشرطة. فاللي حصل يعني استجابة. استجابة وقبول للكلام وخروج من الاستاذ والشكل كان كويس قوي. ايه اللي حصل? اللي حصل ان المباراة عدت بسلام وبامان وزال فل. ايه اللي حصل? اللي حصل الناس كلها دلوقتي بتتكلم على ان المبارح كان يوم مثالي نموزاجه في التشجيع وان احنا بقينا كله بقى بينادي دلوقتي بعودة الجماهير مرة اخرى. طب يا جماعة ما ده اللي بتكلم فيه من اول لحظة. قلت ان لازم حتى لو فيه شباب متحمس. حتى لو فيه شباب بيخرج عن النص في وقت من الاوقات نتيجة تحمسه. نتيجة بقى اي حاجة. نقدر نحنا بخبرتنا وبحنكتنا نقابله بشكل ناخده على حجرنا. ده اللي لا كنت بتكلم فيه. ده اللي لا كنت بتكلم فيه. المقابلة بالعونف دايما ما بتجيبش نتيجة. استخدام القيون في وقت مهم. مهم جدا. ولكن اللين والموعزة الحسنة والكلام المحترم والكلام الهادي والكلام البسيط سعاد بيجيب نتيجة اكبر. سعاد بيجيب نتيجة احسن. سعاد بيجيب نتيجة اسرع. ده اللي بتكلم فيه وده اللي كنت بتكلم فيه على طول. فاللي حصل دلوقتي الناس كلها بيتكلم. مش فيه ناس قبل كده جماعة قالت ان هيحصل في دقيقة خمسة وعشرين. هيحصل شتيمة مش عارف مين. في دقيقة تسعين. هيحصل انقلاب. وهيحصل مش عارف ايه للتشجيع والشرطة والجيش. طب انا مفيش حاجة من ده حصلت. والناس كلها التزمت والناس كلها كانت مبسوطة والناس مش عارف ايه. فاذا اولا لما تاخدوا معلوماتك اخدوها من معلومات موسقة يعني مع معروفة او معروفة الهوية. ثانيا الحوار بيجيب نتيجة. الحوار بيجيب بيجيب نتيجة وكبيرة ونتيجة تخلينا كلنا بعدك انا متفقلين ونقول يا جماعة ما الناس هو لما الشرطة اتعملت بشكل محترم مع الجماهير الجماهير استجابت. في الاول في الاخر الشرطة وانا يعرض لكم الصورة دلوقتي بتاع ضباط الشرطة في كرة حسام غالي اللي كانوا بيتالبوا فيها بضرب الجزاء. ما هم مننا وعلينا. ما كل احد ليه اخ زابط شرطة ولا ليه اخ زابط جيش ولا ليه بش عارف قريب بش عارف. قوة كله كده. خلونا طب مبارك لكابتن واقل جمعة. مدير الكرة بالنيادي الاهلي كابتن واقل مبروك. كابتن واقل. يا واقل يا جمعة. يا جيتوس. النهاردة الجمعة عامل ايه? يا جيتوس عامل ايه? اخوارك ايه? الحمد لله يا جيتوس تمام. واقل التشجيع بتاعي يا واقل يا جمعة النهاردة الجمعة ده ما راح اشكش? لا ما خلاص ما المطشات ما عادتش بتبقى جمعة. يعني خلاص الحمد لله لغولك مطشات الجمعة فبقيتش تكتهد نفسيا. لا 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 عادي لا عادي. مبارك ايه? الف ابروكة كابتن واقل مبارح يعني اعتقد بطولة جات كده من اقول منين? من منونتو على سلم الطيارة. لا والله جات بتاعب يا جيتوس. اه افتكر معايا والناس افتكر معايا للصعوبات اللي قابلناها في البطولة. اه ما تقولش كده خالص. اتقول للمياجات بتاعب وبتوفيق ربنا طبعا. اه بمجهود اتعمل اه بناس كتير اشتغلت فيها. تلات مدربين اشتغلوا في البطولة دي. اه من بدايتها لنهايتها العايبة كتير اتصابت. اه العايبة قديمة مشيت من عندها. اه لازم الواحد يذكرها بالخير برضو كان ليها ديره معانا. اه حاجة مسهلة يعني. وبطول اول مرة تدخل مصر وتدخل من خلال الناس الاهلي برضو. اه يعني الحمد لله كل ده بيخلي البطولة دي اه طعم قويب. لا ده انا عايز اقولك الجديد. ده محدش بيجيب سرط الاكتهاد والاخلاص. وانه تلات مدربين اشتغلوا وانه صعوبات قابلتوها. والناس اتوقفت والناس اعتزلت. اعتزلت. لا 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 ده بيقولك الحظ دلوقتي. هو الحظ مش عايد يا شيتوس في كورة. يعني الناس في مثل شعبي بيقولك اه رد حظ ولا مش عارف. سدان شطارة. مزبوط. اه طال حظ برضو خلي بالك ما بيروحش لايه حد الحظ بيروح الناس اللي بتشتغل وبتتعب وبتفتهد فربنا بيه. واحنا بيسميه التوفيق بس هو يعني في ناس ثانية بتسميه حظ. اه. اه انت لو مش بتشتغل ربنا مش هيكرمك. واقل لك ان كل واحد بقى افوضي اللي عاد في بيته وآآ ويستني يقولي يا رب ديني وخلاص. فانت لازم تشتغل وبتتعب عشان ربنا يديك. واقلنا اللي بيقول الحظ ده دي حاجة الناس اللي فاشلة اشيتهم. اه لا انا ماشي. الحظ ده خالص. انا انا بقول لا حسن ميه حظ زيما هما بيقولوا. الحظ ده ربنا ما بيدوش لأي حد برس. اه مصبوط مصبوط. طيب كابتن وايل يعني كلمني بقى عن التدخل اللي انت هتعمله كمدير للكرة وتطبيق للليحة. هل في اه اه يعني مكافئات اوفر على الليحة ولا هي الليحة تلتزم بيها. الليحة اذا انت عارف الليحة بتاعتنا شدوس يعني واضحة وصريحة وكلام من ده ما فاش. لو المهندس رحمود بقى بفكر يعمل حاجة استثنائية للي حيولها فدي حاجة تبقى من عنده هو مش اه. انما احنا الامور انت عارف الازمة طبعا النادي فيها وكلام من ده. فعلى يعني لغاية دلوقتي مفيش حاجة استثنائية ان شاء الله. زي الليحة ما احنا. طيب عايز برضو اسألك على حسام غالي. مبارئ حسام غالي اكيد حسام غالي خط بتوات كتير مع النادي. ولكن اول مرة الناس تشوفوا منهر في البكاءة كده. ايه اللي حصل? ما انا بقولك الصعوبات اللي احنا قابلناها عشيز اسألك الناس حاسة بيها. اه حسام غالي برضو من الناس القدام والكبار في الفرقة وكابتن الفرقة. عليه دغوطات خلي بالك انت عارف ايه متلعيب الكبير في ندرقل ازبا عشيز. ان هو بيبقى مطلوب منه كل حاجة. فهم? زي زي منطيل فني بالضبط زي منطيل الكورة. زي المدرب اللي موجود في النادي يتعامل كده فعلا. اكيد ده نابع من جوه دغوطات كتير جدا. هو زي احمد متعد بالضبط زي احسام عشور اللي هو اه انا بقى تبرم من احسن الناس قد مطش مبالا. مزبوط. اه هو هو حسام قلي بعضه من المزبوط اللي اللي شال فرقة الشهوز التاني. مزبوط. اه شهوز التاني شايفه كان كويس فرجت على مطش النهاردة تاني بهدوء. مم. المطش كان كويس جدا. حسام وحسام محامله هو مجهود اه كبير جدا من الشهوز الثاني. مم. بعد قاية القيبة الصراحة الروح كتالية جدا من الشهوز التاني. فده ده يفصل لحالة حسام غالي يعني راجل من اول عشر دقيقة حاسس بالتقل اللي كان موجود في رجله اه قبل المباراة. اه بعد عشر دقيقة عمل كده في الشوت الاولاني اللي حسيت دي في الملعب حتى كلمت النهاردة تطمن عليه. فبقول له رجلك وكده قال لنا اه رجلي حاسس فيها بنفس الواجع ده. فتخيل هو كمل المباراة بمجهود اللي انا بتكلم عليه ده. اه. اه. فطبيعا حسيت الواجع اللي نزلت منه بعد الموت اه. اه. تاكس الكلام ده كله. اه. اه. طيب. اه. اه. برضو كابتن واي المباراة فرحتك كانت اه. يعني انت وجريده تحديدا. الصورة جات عليكم وانتو بتجروا اه. يعني جارية هسترية. اه. شايف وانت خدت بطولات كتير مع نادلالي. كم بطولة دلوقتي كابتن وايال? والله يا رجلوس انا مش عادل بالزبط. بس يعني يعني خليها مشي كده زي انا بعدتش والله. والله ما بعد. من كتر ما انت عملت اخب بطولات فما بيتش تعد. خليها بقى الحمد لله ماشي كده عمشيت. بقول لك اكتر لعب في العالم خد بطولات هو انت فعلا? انا بقول لك انا معدتش فعشان كده مش هاضع راحكم اه ممكن يكون حد اه هو يعني انا متأكد من اللي ان شاء الله هيعبيني هو حصام عشورة. حصام عشورة هو اللي ممكن يعديك. واحصام عشورة ان شاء الله هيعدي ناس كتير حتى في عدد المباريات اللي هيلعبها. طيب انا بس عايز اقول لك على حاجة معرفش انت طبعا اكيد واخب اكيد انت مركز فيها هان انت هتاخد بطولة اه هتاخد مكافة البطولة دي اه يعني اه مكافئتين مكافئة لعب ومكافئة مدير كورة صح? انت مزيما انت متخيل عشانات برضو مدفهمش لانا كابتن واي انا وانا قلت الرقم انا معرفش الرقم حتى لو خمسون لا 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 احنا هنمشي باللايحة بالزبط يا رشيد. هنمشي باللايحة ايه ماجي بس انت هتاخد باتنين تايتل يعني تايتل لعب لانا تلعبت في البطولة دي وشاركت فيها كلعب وبعد كده شاركت فيها كمدير لكورة. تايتر اللي عندي الادبي اهم من تايتل دا يا رشيد. تمام تمام. طيب اه هل في تدعمات في هناك? اتكلم على الفرحة. اتكلم على الفرحة بتاعتي وبتاعت. اه جريده. انت انت لو كنت في الاستاد. واخر خمس دقائق ناس كلها في الاستاد عمارة تقول يا رب وحالة الاشتاد اللي احنا كنا موجودين فيها كنت حسيت بالفرحة بتاعتنا دي اه انت اكيد انت قد تشارك في التلفزيون انا متأكد ان انت ممكن تكون من الفرحتك خبط في السقف. انا والله العزيم تلاتة انا كنت اكسر للسوديو هنا. بقى انا بقول لك فالفرحة بتاعتنا دي كانت تلقائية وطبيعية. وبعدين احنا برضو جرادنا زي زي الفرحة دي اوال في الصفاقس برضو كان فرحة استرية. الفرحة كانت استرية طبعا. اه اه. بس انا انا بقول لك الظروف اللي انا بحكي لك عليها دي كلها اه تخلي فرحة المرحة دي طبيعية جدا اه. طيب كابتل ويل هل فيه تدعمات في يناير? ان شاء الله يبقى فيه تدعم بإذن الله وتدعم كوائز ان شاء الله بإذن الله في نهاية الموسم ان شاء اخبار مؤمن زكري ايه? والله يا عاشيتوس انا انا ما لسه متكلماش في اي تدعم خالص دي وقت انما هيبقى فيه تدعم. تفاهم? طب ممكن نقول للم مؤمن قريب? انا ما عنديش اي معلومة عنه خالص والله يا عاشيتوس. اه. انما لو لو اترع علينا واكيد ده مؤمن لعيب كويس واحنا نتمنى ان يبقى معنا. تمام كابتل واهل جمعة مدير الكرة في النادي الاهل انتوا اجازة كابتل واهل اليومين دول ولا هترجاع التقريب? احنا عندنا تمامين بكرا ان شاء الله وفاتحيني للملعب للجمهور ايجي استفل بالبطولة مع اللعيبة وانت عارف حاجة ذي كده فرحة يعني تدي التقريب مدرب وللعيبة. التمرين ساعة كم? ساعة خمسة ان شاء الله. ساعة خمسة. التمرين بإذن الله فإحنا من بدري موجودين ان شاء الله. بإذن كابتل واهل جمعة مدير الكرة بالنادي الاهلي الف مبروك وبشكرك شكرا جزيلا. طيب معايا تقرير عن اه اه مدير اه اه الادارة العامة لقوات امن القاهرة وهو بتكلم عن مشكلة الالترس واللي حصل. تعالوا نتفرج عليه وبعد كده نرجع نكمل بقية الكلام. احنا مكسفين الخدمات الانية على مستوى جميع الابواب. باب البحري طبعا بيعتبر الباب الرئيسي. تخش منه كل جمهور الاهلي تقريبا زي ما انت شايف القوات ورايا. تم التأمين الجايد. بيتم التفتيش. تعقيم. والسماح للي معاتها ذاكر ان هو يدخل. جميع الابواب مؤمنة. من الصبح واحنا موجودين. والحمد لله زي ما انت شايف الامور ماشي طبيعي يعني الحمد لله. هو كان فيه عربية لوري الصبح. ومعه مجموعة من الالترس. دخلت العربية في البوابة ده. ودخلوا جوه. وتم اه يعني بتعليمات من السيد وزير الداخلية. ان احنا مش عايزين طبعا ممكن جدا نفضهم ونطلعهم بالقوة. لكن كان فيه تعليمات من السيد الوزير. ان احنا بمنتهى الهدوء. تم التفاوض معهم. تم افهمهم بطبيعة الامر. تم خروجهم كلهم. وتم تعقيم المدرجات كلها. وطبعا بعد ما عقبنا المدرجات طبعا يعني اه كان فيه معاهم شماريخ. كان يوم معاهم الاب نارية. تم ضبطها. وتم اه تحريزها. واسمحنا عليهم بعد التفتيش. انهم ما يخشوا. انت نادي الكارن. ونادي سيد العالم. الميلان. ما عربلش تكسر تاريخك. انت كبير. انت اكبر حاجة في الدنيا. الماتش كان جامد جدا والاهية العمر مش عرفنا. واحنا كنا متأكدين من الفوز. والاهي. ألف ألف الفليون مفلوقة الاهلة اللي بشر في مصر. وهبوضع البسمه على شفات المصريين جميعا احنا اجايين من المحلة عشاء خاطر النادي الاهلي وجايين قزيبنا النادي الاهلي والحمدان ربنا كرمنا وإحنا كان عندنا يقين للديها الاخرانية نحنا هنكسب ان شاء الله ونفرح جميعا دي كلها لان النادي الاهلي هو البسمة الوحيدة لمصر كلها والف ابروك للنادي الاهلي وجميعا مصر كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الاهلي كسب وفرح مصر كلها وهو النادي الوحيد اللي بيفرح مصر اهلي اهلي الف من اليوم مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والترس اهلا والنارقى مصر الف من اليوم مبروك للنادي الاهلي والياماد متعب اللي فراح الشعب كله النهاردة والفا ألف مبروك للنادي الأهلي والمبروك للحمة الله ألف مبروك للنادي الأهلي والنادي الأهلي اللي شرفه كبير علينا ونحن نتمنون كل خير مبروك للأهلي بلوة بسم الله الرحمن الرحيم الناس دي ما كانش هيلفه ترجع زعلانا والحمد لله ربنا وفَّانا وكسبنا المرش ألف ألف مبروك للنادي الأهلي أنا بس عايز أقول الكلمة واحدة النادي الأهلي ده فريق كبير فريق عظيم ندي له عمرنا وبرضو قليل ألف مبروك للأهلي وإن إحنا بقينا العشرين بطول على العالم وإن شاء الله الواحد وعشرين في السوبر للأفريق ألف مبروك للنادي الأهلي وفرحانين جدا النادي الأهلي وده بطولة عظيمة علينا وكده أحنا جبنا أول بطولة دي من تخش وعمتنا الأهلي دايما مشرفنا ومشرف مصر بصراحة منتخب مصر أخذلنا بس الأهلي فرحنا بجات مبروك علينا كل ليلة ومبروك علينا مبروك علينا شفنا فرحة الجماهير الأهلوية عاملة زي خلونا أخد واحد من الفنانين اللي بنحبهم جدا والمتعرف علينا هو أهلاو بشكل كبير جدا فناننا أحمد فهمي طبعا سمير وشهير وبهير الحرب العالمية التالتة كمان ورقة شفرة يعني كلام كتير بنات العم يعني أعمال كتيرة وخلينا نتكلم معاه ونشوف فرحته واتفرج علي ماتش فين أبو حميد ازاك يا واقل عامل ايه ازاك يا بو حميد عامل ايه احيشني يا الله وانت والله يا حيشن انت فين يا عم انا مفيش اتعلم اه انا اسمه ده انا مطلق لسه خارج من القاجة واحد صاحب كان جنبي وانت تبططني وانت تبططني وانت في العربية على طول اوائل المرة فاتت برضي قبل ماتش هنا والمرة دي اه بعد ماتش الاهل طيب تمام يا عم يعني عشان ناخد بس اراك لان انت يا راجل يعني الليك علاقة بالكورة وبتحب الكورة ايه نعم بتنفش رعب الكورة بس بناخد اراك يعني لا يا عم لا والله انا انا برحك في راحل اتاد وبعدها حصل ظروف كده كنت عن كبري يعني خلاص الصالة حصل ظروف حماية تاك شوية فاضطريت ارجع تاني اه وطاركت في البيت عند واحد صاحب طيب انا انا اقول لك ان اخر ست ده يعني وانا خلاص بينا متعودين انها تحصل ما تحصل ان شاء الله فهان بقى في ثقة كده كان عندك ثقة اه 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 يعني اه الواحد كان ده مو بيتحالي زى موتش الصفاقية يعني ستة واه وعايز اقول لك ان حتى سخنت مع ماتش الكويت اللي فات برضو كسبت اه ماتش ودي وكل حاجة بسراح اتخن وكسبنا برضو في اخر ديتين ولا حاجة اه وماتش الزمالة ضربات الجزاء في الاخر خالص اه لكن المرة دي كان عندي ثقة كده ان هيحصل حاجة في الاخر بده ست دقيق بس هما بده نهوته نفسها مو معه وفرح تنينهم في الاخر يعني هما كنا بيعترضو حاكم في الاخر عشان الوقت ابداه طب بسات لكن بص يعني خلييني قولنات برضو اه اه ا اه اه عماد فت او مش فت فهو اسكن ووجه انت موصل بضحية اه يعني تحركاته جوة اه اه وحركته اه يعني تقولونه انت عماد انت محطيتش اه اه بيه احمد بسه مش فت زمان ولا اياه حاجة بس هو راجل زكي جداً وبتقرض مش تاكد نخليه مرتاح اه وقتان الجن فأنا بصراحة مبارح البساطة وصطقة زادت وحسيتني ان احنا حتى لو ما فيش لعيبة وفي زان انت مبارح تطلع بارباع احتياطة في حاجة ما ما حصلتش يعني برضو ظروف وحشة جداً بس برضو نمتأكد ان احنا هنرجع عالدوري معنى يا تعالى وانا اخد الدوري برضو تاني يعني انت هتتتوقع ان الاهلة ياخد دوري في ظل ان الزمالك مدعم بشكل قوي جداً وماشي كويس ومجرس دارة مسانت بشكل كويس ورعيبة مع عباتشيك وكلامة يعني انت تتكلم فيها واقع قريبة ايه قريبة ايه قريبة ايه قريبة الكلام انت لا لا طبعا احنا اخد الدورة يعني انت بس انفقدت في البطولينة الربعية دي يعنش يعمل العية ايه في ثاني سنة وتالفي سنة يعني رمضان تم ساعدها في ثاني سنة ولا انا كيس في الزمالك وروح الى مدرسة تانة يوم مم مم كيف مشاكل ك حنم تعان узнаة الدورة الربعية فيها اseatره تأميتين انت اواخد الدوري مرتاح وتمامه و مشاكل يعني. اه. الفنادي برضو عبدالله راجع وجرده راجع واريد ما شاء الله هو اكبر يعني هو فيه 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 مشاكل كتير وفيه كلام ان هو شوية فوق شوية تحت بس رجل بطراحة انبارح اه مفتاح يعني طبعا مفتاح بشكل كبير. اه 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 حتام خالي بس اللي عايزين هو راك شوية. اه. تقول ان هو كان وحش بقية حاجة بس اه فيه سنة اللي انت عارفها بتاعتحتان دي انا بن الزاري بتعصبني شواء. اه فكرة اللاعب بمنظرة اللي بيتسنة كورة كتير في الاستلام. مم. بس اوبرول اه الناس دي لما كارجع مع النعيبة الصغارة الموجودة يعني رمضان العيد كويس جدا. بس مشكلته برضو. انا اني شوية وعايز يزبط نفسه فترعة او فتا بس. اه اكلمني وقال اه اه كان نفسه جيب جون يعني. كان نفسه جيب جون بس ده مش وقت وده مش ماتش اه كده. صحيح. انت بداخل عايز تاخد البطولة وطاو دي اتفعنا ما هتعليه احبات العيبة كتير اول. اه انا شايف ان اه ان احنا هناخد الدولة ان شاء الله سنعيد. مم. 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 بس العيبة ترجع انت برضك برضو صرفك واشة اوة. مزبوط. يعني. مزبوط. يعني لو عدت العيبة اللي برا. يا خلو انت لعدت كشفا لعدت زمالك. طب قللي على حيالك. دلوقتي انت اه صاحبك اللي كنت تتفرج عليه عنده على المطش مبارح اهلاوة زمالكاوي. ده اهناوي يا عم. اهناوي ما بيفرجوش معي عشام وشيكو. يعني اه شيكو طبعا زميلك وصديق عمرك وصديق يعني اه زمالكاوي جدا. الكنين. هشام وشيكو. وهشام كمان. هشام ماجد. زمالكاوي اهشام كانت من درجات مطش اسماعيل. اه. بس يا عم لا يعني بيصعبوا علي. يعني احنا بقالنا حوالي هو ثمان سيون. اه ما بتتفرجش معنا على المطشات خالص? احسن بالماجدر يعني يعني ممكن اتفرج مثلا على زمالك وحاجة اهلو زمالك لا مستخيل يعني اهلو زمالك ما يفعلش تتفرجوا مع بعض. لا لا اخر ماتش اهلو زمالك ده اه كنت انا متفرج في المكتب الواحدي. اه. 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 وهو كان بيتفرج مع مع الناس الزمالكوية بقى امير مرتضة واه. واحمد مرتضة واه. اه. والشريف ممير حسن. اه 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 انا عايز اقولك ان انا اه 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 قسرت المكتب. في الجنة في الكرة بتاعة اه. بتاعة ابراهيم صباح. قسرت المكتب في عمي. والله العظيم مكتب شيكو خسرت كله. بازم عني. يعني مادرتش. لان ما يتبعش يا جماعة تكتب وانت طيب. يعني امتى. يعني امتى. يعني اقول لي اشيكو امتى اوعدني بمعاد وقول لي. مفيش يا عمي. لكن انا بقولك في الاخر اه استفاقات وطبعا مجلس زمالك عزخرا مجلس مكتب. بجد. يعني انا مش قولك الكرام ده يعني. يعني انا عالعلاقة شخصية ببحمج وآآ وصفة صيف وآآ وشريت نونير حسن. مانيون مرفضة مصير صحبي جدا. الناس دي كتش فايل بجد وكل حاجة. لكن اوبر اول او انت جيت تبص المعباب من برة. لا احنا فتواتنا احسن ورعابتنا في الملعب اه اجمد والنور في صغارين اجمد. لا انا بتطور يا عمي. يعني انت الكرام ده خالص. ده خالي استاذ مش هيحصل يا. مش هيحصل رايب انت اهلاوي اه اه ابى وكريم اخوك اهلاوي ولا زملكوي اهلاوي جدا يا عام اهلاوي جدا بس كريم كامعة في زمالك بس اهلاوي جدا عمره ما كان زملكة واحد تواجئ plastics صعب اوي احنا احنا صغارين مطرابين كلنادي الاهال صعب استراب ب 79 حتى لو رفت وجيت والجفيت كتير صعب اوي انت وا اكتل نيدي الاهال يروح فانت عارف ده كويس يعني انت عارف ده كويس انت حين لو كنت اه أوه لو كنت حتى وقت الزمالك بعد ما ما بطلت او او اي حاجة برضو كرافلت العلوي من جواس يعني سوى بجدك. ام. بس انا تماني بس الفترة الجاية اه المعيبة الكبار يبتدو ركز شوية زي حسام غاية دي وانا يعني باتكلم على حسام بشكل كدير لانه لما بيقى سايق بيفر مع سرقة كلها. ده مصدر هناك بتاع تراجي. يعني حسام كان فاهم. مصبوط. كان احسا نحف مصدر. مصدر. كان احسا نحف. وان هنا في الطريقة احسا اسكندرية مصدر. بس اول شوته تاني مبارح كان حسام كويس اوي. من وجهة نظر يعني. اه بس في حاجات كده تنفسز زي انت عارفها. ام. في شوية حاجات تنفسز يعني انا بتنطش التراجي اللي هنا نتعبدل واحد واحد بتعطيك حمدي. ام. من نهاية افريقيا. انا كنت خارج مش عايز اشوف خطنجاني تاني. ام. هناك هو اللي كسير مفتولة. مصبوط. هو محتاج بس يركز شوية لان هو اهم لعيك تحيي يعني. مزبوط. وفيش يرجع ان شاء الله. ويعني الدنيا متوزب بإذنها يا. زبتك اهلوية ولا زمن كوي? اهلوية انا فيش الكلام ده عندي. فيش الكلام ده? فيش الكلام ما فيش يا هم انسى انسى الكلام ده ويتنا نفعش. بس. لكن فناخر يعني المصحبنا برضو حضائبنا كلهم. كل عابت ومش كده. شيكو بارك لك امبرح او مبارك لكش? لا طبعا. لا طبعا. بعات لي مسج اه اه مادة المحظوزة ومش عارف ايه والكلام اللي انت عارف ايه. طب ويرت. شكو قال لك يا مابر محظوزة اه? اه طبعا يعني. طب ويرت نغمة الحظ الحظ اللي طلع اليومين ده? يعني مفيش حدث معه كده. يعني هو مفيش حدث معه كده. طب هم كيسبوك. فاكر اه جم بتاع ستبالة في صنوحة في اخر ثانية من ثول من بعيد. مزبوط. كمسكهم كابتن حسن. مزبوط. اه. اكتهدوا خلي بالاكم اكتهدوا وربنا ادهم اه اه اخد لهم المكسب شوي. وهو بالزبط بس هم يعني فيكو يعني كان هو في اسكندرية وكان راجع في العربية مع شكبالة وعمر زكي. اه. اه. وكلموني في التليفون. اه. بشيكو قال لي اه شوفت ومش عارف ايه واخر ثانية. تقولوا يا شيكو انتو عشان يعني مش متعودين عالكلام بس. يعني احنا في السفاق السفاق اخر اه ثانية بش مالهم بره التمنتاشر. دي حاجات تعيشها. لكن انا مش هتقى فرحان مع احترام الاسموحة يعني. اه. اه. انا كسبين سموحة تتدوري في اخر ثانية. وارجع انا مش هتقى منباهر بيكو حبيبي انا شوفت دور شابعان منه كتير. اه. 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 فهم لو بيتكلموا عالحظ. طب مباسم علي لسه جايبنهم جونة البيئة لك نعم شارك انت ماتش ايه تتاول برضو. اه. ماتش ايه. طب شميع باس المورسي اصدق. باس المورسي صح. انا نعم. اه. 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 فهي الفكرة كل ما بس ان احنا متعودين على اجواء دين الكترى بنكسب. انت عندك تنوع. بتقسر في اخر دي اف. بتقسر في اخر ثانية. وبتقسر في اول الماتش وبتخلصه. لا. وانت عندك اصلا ده في حاجة باسم الناجي الاهلي اسمها ناجي الستة. يعني فيه عنديا كتير بخلق ناجي الستة. اه. عندك سو مالك وعندك الاسنعيل وعندك الترسانة وعندك آآ الابحاد. كل ده ستة بتقسر في الاهلي. احنا عندنا كل انواع المكسب. هم. عايزيبوا كل دا ويمسيكوا باخر دي او اخر دي او اخر ديتين. مصبوط. ببارك لك يا بوحمد. اه. هننعب كرة ايام توفاير. انت لسه كلمني وارد على تليفونك اوائل. ارد على تليفوني? اتكبراش. اه. لا انا بسهمك اولو تتهمني اه. انا برمي علي. ماشي. ماشي يا بوحمد. اه بشكرة شكرا الوزير. احمد طبعا اه فنانة الكبير واللي عامل شغل كويس هو وشيكو وشان ماجد سمير وشهير وبهير. طيب معانا ايه وقال دلاتي? افرح الجمهور في المنصورة طبعا اه تقرير عاملو محمود فوزي خلونا نفرج على التقرير بتاع المنصورة وبعد كده ارجع استقبل ضيوفي اه مشجعين و اه يعني ناس من الاعتولة في تشجيع الناد الاهلي. الااهلي النادضى افرح للشعب كله نهارة فرح جمهورة مصر العربيه لان الااهلي ده نالي عظيم ومن المصورات نعشة الناد الاهلي وزغرات يوناد على فرحيتنا الناد. يا نالي اهلي 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 اول مرة افرح بهالي الوقتي اربع سنين انت بالك. الماشي النهاردة صراحة يعني في منتهى الجماعة الناس كلها فرحت فرح مش قادرين اعبروا عن فرحتهم بالنسبة للمغاراة دي حاجة مية مية والله من زمان الواحد ما تفرجش على مطش يعني بس الحمد لله عشر على عشر النهاردة المطش مية مية يعني بسطنا الناس دي التعبت كتير قوي والمدرب جريده دي مدرب محترم لانه بلعب ما عندهش احتياط ولا عنده لعيبة وكتر خيره انه هو عارف يجب بطولة مصر كنا محتاجين الفرحة دي من زمان لان النادي الاهلي بصراحة هو اللي بيفرح مصر كلها يعني بعد المنتخب وبعد الاحزان الكتير اللي احنا شفناها والجمهور رجع الحمد لله فالواحد حس الفرحة النهاردة يعني هو دي النادي اللي عالطول بيفرحنا ونادي الكارن هو دي اللي بيعمل فرحة والباسمة عالطول في وش المصري هو دي الاهلي اجدعان فريق عظيمه ومنتخب فريق القرن وطبعا هو اللي فرحنا بعد هزيمة مصر طبعا وطبعا معروف عن الاهلي انه هو لازم يفرحنا يعني الاهلي النهاردة فرحنا كلنا والله وفين مزاجنا حلو عشان مش عارف اقول لك والله ماتش الاهلي النهاردة ما حصلش في التاريخ ولا في اوروبة ولا غير هو الاهلي المصري رفع رئيسنا ورافع دماغنا فوق وباطل بتاع الانجاج باطل باطل مصر والانجازات مصر مش بحدش العالم خد الاهل الواحد ببراة قوية جدا واشرف الشعب المصري كله حاجة عظيمة وبصراحة عمد متعب يعني هدفني من طرز فريد منه الانجاج القرن وشاكين علوه عملوه وفرحت الجميع من مصر كله طيب رجعنا لكم بعد الفاصل قبل ما رحب بديو فيها عايز بس انهي القصة اللي كنت بتكلم فيها وهي قصة ان يا جماعة لازم يحصل حوار انا عايز اوليكم الصورة بتاعت امبارح بتاعت المباراة الداخلية لما حصل حوار بصوا بصوا الصورة دي ده طبعا حسام جالي وهو الناس بتطالب بضرب الجزاء اهو الناس يعني بتأمن الجماهير وفي نفس الوقت بتعترض على التحكيم لصالح الناد الاهلي فاذا هم مننا وعلينا يعني يا جماعة عايزين دايما ما يحصلش اي نوع من المشاكل والخناق ما بين الداخلية وما بين الجماهير ونتمنى ان الدنيا ترجع ما بينهم والوفاق يرجع ما بينهم لانه لما يرجع ما بينهم الوفاق اكيد ده بيأثر بتأثير ايجابي على ابياض المصري اما بقى فيما يخص القصة بتاعت يا ولاد المحظوظة الحظ اللي مش عارف ايه ده كلام يعني مهم برضو احنا نتكلم فيه لان الموضوع اجتهاد زي ما قال الجمعة قال وزي ما الناس قالت والزمالك زيت نفسه المطشين تلاتة الاخرانيين بيكسب في اللحظات الاخيرة مش حكاية تحظ محدش يقدر بيقول لي الحظ مطلوب بنسب ولكن حتة اجتهاد واخلاص والديئة تسعين على فكرة الديئة تسعين من عمر المباراة او الديئة ستة تسعين ما هي من عمر المباراة يعني ما فيش حاجة ما بيخلص وبنيجي نلعب وقت تاني عشان قطر الناس تكسب لا ديئة واحد زي ديئة تسعين زي ديئة خمسة وتسعين طالما ان الحكم ما صفرش بنهاية المباراة فاذا والزمالك بس المرسي مكسب الزمالك هو مؤمن زكريا في مباراة سموحة في اخر خمس دقائق في المباراة الاخيرة امام الرجاء نفس القصة والناس كلها تدعى تتكلم عن روح الزمالك وعن الاخلاص والاجتهاد حد في لها قال لا بحظ لا فيه ناس بتكتهد وبتخلص فانت ربنا يديك الاجتهاد ونتيجة اجتهادك واخلاصك ده مهم جدا فيه اية في القرآن انا طبعا مش شيخ ومش بيصدد ان اتكلم على دلائل او كده بس بيقولك وما يولقاها الا الذين صبروا وما يولقاها الا ذو حظ العظيم يعني اذا الذين صبروا والذين اجتهدوا والذين امانوا والذين عملوا كل حاجة اول يا ربنا في الاخر بيديهم الحظ والحظ بيبقى حظ عظيم طالما ان انت بتكتهد بشكل كويس انا موفصرش قرآن ما انا بتكلم فيه ان حاجة مديهية ان الحظ دايما بيروح للي يستحقه للي بيكتهد للي بيخلص ومش شرط يروح في نفس التوقيت على فكرة ممكن تخسر في الوقت ده انما ربنا يديك في وقت مهم جدا وكدت الناس كلها تتوقع ان انت مكنتش تاخد فيه الموضوع ده فقصة اللعبة على ان لو حظ النادي الاهلي موجود مش عارف ايه كلام ده كلام كفتة 128 بطولة 128 بطولة لنادي الاهلي اكيد مش بالحظ اكيد اكيد مش بالحكام يعني اكلمك في حظ يجيلي في بطولة يا حظ يجيلي التانية حاجة جاملني في بطولة جاملني في بطولتين جاملني في عشرين انه مش في 128 كتير اول قبل برضو مرحب بضيوفي عايز اتكلم مع فناننا الكبير العمدة صلاح السعداني اللي كان متواجد اخر يعني افتتاح للنادي الاهلي فيه فرح الشيخ زيك كان متواجد فيه زكا عمدة السلام خير يا باش عامل ايه يا عمدة وايه برياض معاك ازاك يا ريس عامل ايه ازاك يا ريس ربنا يبارك فيه انت وحشني جدا والله انت الله اكتر ربنا يكرمك قل لي بقى فرحيتك اخبارها ايه وشفت المطش فين وتفرجت مع مين والكلام ده الفرحة ما لقاش حدود وما لقاش واصل هم يعني الفرحة من وراء العقل هم انما هو بالنسبة لنا احنا القدام اللي زي كده والعواجيز ربنا اديكي صحة يا رايس لا يعني اللي شافه اللي اه من زمان ام كان انا اتكلم فيه ده بقى يام اه الخمسينات والستينات وقتاها هم ياما كانت بلعب اه توتو سيد فالح اه اه الاهل كان الناس كلها يتروح ويبضى اه 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 الصفارة اه الاخير لان المطش هم لان المطش وما تحكمش غير مع الصفارة بتاعت الحكة بالنقاية مزبوط فاحنا عاشنا عمر بحاجه طول عمرنا من زمان اه قولي نتسمى اخر اه بعد قبل اخلاص المطش ان شاء الله هم اا بالنسبة نعم يعني القصة بتاعت الحظ دي اخبارها ايه ايه رأيك في الناس اللي عمال تقول دا حظ وحظ ومش عارف ايهه يا سيدي قلقت وكون حظ ربنا يكرمنا وحظنا يزيد ويهلو وقلو قالوعك ان له بخت وعنده حظ دا ايه اوضر بالنسبة للناس يبقى اقرب لله تمام ربنا يتزود حظنا يا رب اتفرجت على مطش فين يا عمدة في البيت ولا فين في البيت ام احمد ابن حظفك اهلو ولا زمالكاوي دا اه دا اوه لو عجون دا مولود جوه اللي اتناه لنفسه طب كويس اتفرج معاك على المطش ولا كانت بتفرج في بيت ولا ايه نا لا هو اكف رغب داع بيصار في الم having اااا �طورك علينا ايه تمام بس اكلمني بالتليفون ايجان منات اتناه المطش تمام ببنات اتعمل جوله راشاطا كلمني امليه من 3-4 دقيقة كبه انت مش عاكيين جوي متخلصة قاله كان عندك ثقة اه اه انها مش واغل بيئة كده بفراحة يعني ربنا وسم لنا اه خطوة جميلة جدا ان الجون يجي ان تصفرها مباشرة طبعا 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 انا بشكرك جدا من فنان الكبير الاستاذ صلاح السعداني طبعا الاهلاوي العظيم يعني بشكرك شكرا جزيلا عايز ارحب بضيوفي بعد كده اطلع فاصل ونرجع عشان نستكمل الحوار طبعا معي عم حاربي من هنا ده من الناس اللي موجودة فيه تشجيع النادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي وراجل يعني ليه اه باع طويل في اه جوه جدان النادي الاهلي واعتقد ليه قصص وحكايات كبيرة زكا كم حاربي ازاي الصحة كبيرة عامل ايه الحمد لله مبروكة كبيرة الله يبارك فيك مبروك عليك وعلى جماهير النادي الاهلي كلها على مصر كلها تمام طيب خلينا رحب برضو عم رز طبعا يعني اه من جماهير النادي الاهلي العظام واللي موجود برضو جوه النادي الاهلي عم رز اهلا بيك اهلا بك باشا طيب هنطلع على فاصل بعد الفاصل نرجع بعشان نستكمل او نبدأ بقى احوارنا معاكم ان شاء الله ونشوف الجماهير كانت تشكالها حلو مبروكة احنا بيك بج الله قبل ما تقفل يعني مصر كلها عاشت ليلا من اسعد الليالي متأكد ان مصر كلها تمانين مليون تمام خلينا نطلع على فاصل بعد الفاصل نرجع نكمل مع عم حب و عم رز عن كواليس الجماهير قبل مباراة مبروكة موسيقى اوه 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 روحنا في الان وهي مكان بنروح وراء من تبتشمال من حيث اثنائي ونعمل ستايا ونشكي على البحر بشارك تيدي ايه بشارك عزيز انيه عملي وبرد وانيه تحضير تحضير وينه ينّون كيف حوس1 تحضير كيف سمع تحضير اشتركوا في القناة 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 ازاي اشتركوا في القناة 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 لو مش يبقى مفيش قانه بالاهلي اني مبارح جاب لناها بطولة عغلى بطولة عندي ناس كلها فصعب الناس ما انت وجدتش طيب الفرق طيب اه عايز اعفل الهدفات اللي كنتو بتشجعوها بيى مبارح يعني اه يقولولنا كده كان انا الاول نقول للناس اللي هي بعدها وقت بتزعل اه احنا فريبه طولاء اه حرمت و لعبك و لعبك محب كعبنيش الاهل البطل يا اخويه وغيره مفيش حرمت ألعبك ألعبك ما تلاعب نجيش الاهل البطل يا اخويه وغيره مفيش لان اما تحب تجيب الجوم اطلب متى يبعد تليفون لان اما تحب تجيب الجوم اطلب متى يبعد تليفون حبيتك يا اهلي من غير ما سهل سواء وهشجع الاهلي مهما طال الزمان حبيتك يا اهلي من غير ما سهل سواء وهشجع الاهلي مهما طال المطار دايما على بالي يا حسام يا غالي دايما على بالي يا حسام يا غالي بصي بصي بص عشور ملك النص بصي بصي بص عشور ملك النص احنا الاهلاوية ملوك اللي عبادية احنا الاهلاوية ملوك اللي عبادية تمام دا المرح كان كان قلب من الاستاذ شغل وربنا يبارك في الشباب الجديد اه اللي انا بحيوم من خلالك عاملوا منظر بديع وبدأوا يعملوا محضر صلح وعايزين الكرة ترجع بجمور الكرة من غير جمور زي السمك اللي بيطلع برا الماء صح مصبوط يعني العيب كانوا بيلعب في تدريب كده ما بيبدعش تمام ايه النهايات اللي انت حوارتها في الاستاذة عامل رزق جميعا نهايات كلها اه اه انا الله مصلح النبي من اه من تسعين من تسعين من تسعين بتعضر نهايات الاهلي في الاهلي منتوش اكلها انا او كابتن حاربي وعندي شلة كمان كتير او بتحدي المعاني المصور عرطوه عرطوه في المصور كابتن شهد مبارح غنى مبارح وجنية سيد محمد سيد محمد قال ايه والنجل قال ايه لا لا كما تحاولت جهولنا سيدة جماعة كده لسه لسه على بردان ابو فارس كان مبدع مبارح اه ابو فارس كان جميل كل كلام حلو يعني لا الكلام يعني لا هو 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 مسب الطابلة اتيت لا وقال لي يقول وانا هتابل انا قطولي طابل انا هتابل انا وانت الكل هو في مطلق لما اصبع الشادي واحنا احنا في اليابان كان ممسك طابلة لأ عماله واخذ الفرق كان لي ملكا بيطلع من الملعة ويقعد معانا عشان نحن اه 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 بزرح وعاية لعفكرة عاية 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 جامد وانا عبطت عليه وطلح بص شوية الالوان بارح الفرحة الربانية دي جامل عند الله لا وكان فيه زمالكواية كتير فرحانين مين اه كان فيه وانا فيه ناس جاك هلتني في التليفون مش زمالكواية بس بورسعيد جالي تهاني يعني انا لحصدقاء في بورسعيد اه واحد اسم ابو قاية وابو صامرة وغايس خميس من كبار مشجعين الناس القديمة تتعجلنا والله يبقى امانة كابتن والله لو عايز اطلع لك التليفون من عالتليفون رسايل رسايل الحد اعصام رئيس ربطة منتخب مصر مسكندرية وعدل شكل وحميده بتوع المحلة عم محمد امشير بتاع ربطة مشجعين المحلة ومعاه رقفة ومعاخو دول اللي انت عارفو دوتا اللي بيبقى شايل زمارة يعني اللهم اصلى على النبي الدنيا مبارح كتفرحانا لنا فرحانا فرحانا بما يرضي الله ومن خلالك بقى يعني عشان محدش يزعل اه انت كنت بتسأل رزق انت قدرت كام نهائي وكده اه فانا معانا ناس قديمة علمت الناس التشجيع بس يعني ايه مع السن اه بدأت تبعد عن المسانعة فيه فيه بقى انا بروس للغطة دي انت محمود طاهر ولعبت الاهلي بتشيلوه ايه الحب الجمولة لا ده حب حقه بعدين ده حاجة جديدة رجعلي اولي اللفة دي مفيش رئيس نادي يتعمل محل مفيش رامح حصل ده الحب اه اه يعني ده لا ايرادية ولا متفع اه لا لا ما حاتش متفع ايطا انت ممكن اكتبه انت كنت في الملعب تعمل حاجة ما انتش عارف هتطلع منك ازاي ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم وبنعمك وبنخالك وبنخالتك مزبوط ومنك مش مصري زيك بيأمنك في الايام دي احنا الايام دي لازم نتبسط ان فيه تأمين مزبوط مش احسن ما نخش ويحصل عكنانا مم ونرجع للحدوتة والحمد لله احنا كسبنا مبارح عشان الجمهور ده كله يبقى فتحار وده رضا من رضا كان يحصل قلق مبارح يعني محدش يعرف كان يحصل قلق مبارح والاهلي كان يحمل ما مهوش لعيبة والاهلي ما كانش متواجده والاهلي كان عدد فرص قليلة والرضا بتاع ربنا كان الجن بيتنقل مديزعلوش كانت الكرة تبقى رايحة وربنا كرة على شمال احمد عادل بصت كده وفي ناس متابعاني بصت كده وقلت مادام ربنا ما دخلش دي جن بتاع تبقى خير الجن لما وقع وضيع نص الوقت الضيع واحد ورايا ويسمع كده وهيقولك ده تأكيد كلام ورايا بقولك خلصت قلت له ما خلصتش ان شاء الله والله يا كابتن والله 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 سادق 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 انا ما كملتش ان شاء الله شالوني من المضرد بكلمة ان شاء الله عمد متن كان بيحط بس انا قلتلك كابتن حرب وقلتلك الاهلي هجيل جوهن ايه ده كله بقى ردد ربنا بيبقى احساس جوانا ده مش اول مباراة بعدين انا بكلمة الوقت الضيع او الكلام ده الاهلي ملك الديئة اللي ما بيسيبش دقيئة لما يكسب مصبور نجينا الخطيئة عودنا سنة كاملة كونيش نكسب على ديئة سبعة وتفعين 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 زي قولها بوترياكا في ماتش صفحة التصنيع والأولومبي والمقاولينو يعني في مباريات ما كانتش كابتن زكريا ناصف بالمناسبة كاسبان زمالك واحد ست وفي ديئة ستة واربعين وكورة بلسنج ومتمطع يعني عايز اقولك احنا بتعديه الاخيرة ومدام هو ده الروح الاهلوية وبيسعى الى الفوز ربنا بيكلم السعي ده بالنجاح بص المدراجات واللعب بعد الهدف بعد الهدف لو نفت كابتن بالكاميرا اه كلامي انبارح تمانين الف احنا بتعطي اه لا لا انا كنت مصارة اخوال مأسورة اخوال مأسورة تمانين الف ويزيد اللهم صلى على النبي طبعا محاربي انت حضرت نهائيات كتير ما شاء الله ذكراتك ايما عن نهائيات يعني قولي ايه النهائي اللي كان صعب وكان ولادة متعسرة زي انبارح مثلا يعني مطشين والاتنين كانوا كاس مصر اهلو زكيئة اربع اتنين اكافاتنين كابتن الخطيب كان في نفس الموز قد ابايع ضرب الجزاء وكانش محطود في الانسكور وهو نازل احنا من الناس اللي في درجة تالتها برضه بنعاطفين شوية ان تضيحتيال الدورة كان بايع ضرب الجزاء وكان المباراة الدورة ده بهدف اعتبالي الزمالك خد بهدف اعتبالي هم وكنا مغلوبين نين واحد علي خليل وطاعة بصري وكابتن مصطفى عبدو كان جايب لينا جنون نزل الكابتن خطيب جاب التعادل وبعده التالت والربح دي من النهائيات والنهائي بتاع نادر مصري الله يرحمه كابتن سائد نتولى وبيعدل بنيزة الكلام ده كابتن علاء ميهود في العظمة علاء ميهود اسطورة في الكورة يا كابتن لو فيه اساطير في الكورة وانت من الناس اطلقت عليك كابتن علاء ميهود طبعا اساطير الكورة علاء ميهود بالاعصاب الهادية وياما خلص بطولات علاء ميهود وضحى برجله جاب لينا بتلطين مرة كاس مصر ودوري عام مع نادي الزمالك كابتن علاء ميهود في اخر ايامه واحد صفر كسبنا هو بجنب ليه هو واتنين واحد بتاع الكورة كابتن ربيع ياسين اللي انا هنا المباراة والكابتن طهر ابو زيد برضو ايه مباراة المصري دي وخدنا كاس مصري بعد ما كان المصري زي ماتش انبارح كده مضيع 3-4 كورة عالككابتن شوبير انفردها وريد ربنا فمتقوليش بقى الحكام ومتقوليش الحظ الحظ ده صعبا باشتري حظ بقى من الان ده اي حد لان شرط سوبر ماركت ارفع وقرب من ده احنا قريبين من لفوق انا بقولها كده في كل البطولات مجنيش في ماتش السوبر واتنين ضرب الجزاء طب خليني خليني بلاجة بلاجة ده ما ندخلش الموضوع في خلونا اخد مداخلة مهمة معايا فنان الكبير طبعا لاستاذ محمود عبد المغني زكا نجم زكا فنان زكا فنان عامل ايه مخبارك ايه فنان انت اللي فنان والله العزيزي مفيني عام مختفي ايه موجود والله انا كنت عندي مهمة اه في موجود طبعا اه 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 عام حاربي معايا اه حودة بيقول ان انت بتبقى متواجد على طول في الماتشاط معاها ومعانا تقوله شمال على طول على طول عام حاربي ده خير والبركة قال له كريمة قال له كريمة قال له كريمة ربنا رفقك يا فنان اه الله ربنا كريمة كده واذككر من بطولاتك اه الله العظيم طيب ايه رأيك يا نجم في الكلام اللي بيتقالي حوالين اه اخد البطولة لان اخد البطولة بالحظ ومش عايف هي والكلام ناجم حفظي اليوم مم يعني احنا هنعمل بسوطه تاني كله ساقط لكنا نعمل اكثر من كده خالفكت عم وها لفكة هم ضياعة وحنا ضياعنا هم بيعها وحنا بيعنا. انا برضو بقول لكابتن رمضاني. اه صرحي يعني انت برضو لو يجس الزميله هنجيبي كون كتير. يجس بس على زميله. وده انت تفايني. طبعا. اه يعني هو بس لعصو دي بس. يعني هنجيب اكتر من كده كمان. لا 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 ده كان فيه رقطة خمسة واربعين دقيقة. شو تبتاني كل رقطة حصان. حظ ميت. طبعا مش مشاكل بس حظ يعني ان يعني مفيش مش كده يعني مع. رب ان شرح حتى لو في حظ الجنرال حظ مفلوب. يعني مفلوب. يعني انت لو تفتكب انه هشم ليك. مفروض جون سري خص يحط بكورة شيرس ياخد اشانك مفيش. قبل ما حظ. يعني ايه حظ دربك كده. عطي حد احلق. لاتن دي كورة مرفوعة معمولة وعمد متعب يعني. يعني صراحة. انا عايد اقولها ريس اليوم. طبعا. عشان الراجل ده استحمل نقد كتير جدا. استحمل الكلام كتير جدا. وعمد متعب من لعيبة اللي بينسوله. ده يحسن عدد جدا. فيه لعيبة معينة يعني هيه لو هو كاب جوم من الزوء اللي فاته يولا تقام بها له صهر ما كافش. لو هو كاب جوم من شهر يولا تقام بها له سنة ما كافش. طبعا. فيه لعيب كده يعني عارف بيتنسيله حاجات كتير. طبعا احمد متعب. اضغر هداف الدورة. اضغر هداف الدورة المصري. اللي كانت سلطة بتتباع مع القرناة. اتفرجت عموتش فيه? في البيت والله وصرقت جدا. وبالذات يعني عارف بحسات ان الحمد لله. المصري ده ما يخصش القاهدي بس. يخص زي مالكه الاسماعيلي. خص قوله ان هي كل ابنين عددتوا مصر مبارح. ومفسوط اكتر نعمال متعب. يعني هو اللي يجيب الجون ده عشان خاطر. مش عايز اقول سقطه من العيد لعيد كبير. لعيد كبير. ومش عايز اقول موضوع كبير. ده عنده واحد ثلاثين سنة وثلاثين سنة. ان عدد رقب عنده ستة وثلاثين سنة ومشوط عمل ازداد. محطشوط الهم هو اللي مخلصه. المرحة المطشي خلص معدي وكاسر اثنين واحد ده ولي جاء بجول. فيعني مفيش حاجة اسمها سنة والراجل زي الفل ولد تعريصة صغير. تكفاء نقض يعني احنا ندي الراجل ده شوية. ده عريص. احنا ساكين نديره شوية. اكتر واكتر كمان يعني. حاسس نموك نعمل فرقة كويسة بس ياخد وقت. طبعا. يعني جريد هو يعني محتاج وقته. الراجل لسه برضو. فمحتاج وقت. وفيه برضو يعيبها صغيرة نزلت بامبوز ورمضان. وفيه نحبة رجعت. انها اعطالة بتاعيض طبعا الحمدلله رجع. ففيه رجوة وان شاء الله جده يرجع. وعمد متى برجع لفرمته. ففيه رجوة ان شاء الله رابد عامين. وده كل نصف في صارحة كورة. والجبال في فرقة دلوقتي. عندها لعيبة كويسة واشترت نصف كتير. ففيه نفسه. فيه نفسه. فيه نفسه. وده كل نصف في صارحة كورة. تمام فناننا كابتين وانت موضوع الحفظ ده كماتش عظيم وحاجة تفرحنا فانت موضوع الحفظ ده. تمام مشكورك شكرا جزيلا محمود عبدالبوري طبعا فناننا الجميل. نرجع تاني لكلامنا اه اه عم حاربي. اه ممكن اه عم رزق ممكن تكون المبرادة والجماهير والشكل المسالي اللي ظهر به. والتعامل الجاي زي ما انت قلتم الداخلية اه معاهم. هل ممكن يكون فتحت خير وعودة الجماهير برة تانية في المسالة المحلي? اه هو ان شاء الله الجامهير هترجع بس من الدور التاني. ها كلام موسيقى يعني. ان شاء الله من الدور التاني فيه جامهير بامر الله. هم. بس نلتزم يعني الناس تلتزم. هي انبارح كده. هم. يعني انبارح كان الجمهور يفرح. انا بالساعة اتنين هنا هناك. هم. بالساعة اتنين هناك في المرح. طيب عم حاربي برضو عايز ارجع لك قصة بتاعت اه نبز التعصب وان ما بقاش فيه تعصب في ملعبنا وفي جمهور ده اكيد فيه نزم الكويه زيما انت قلت بركولك وبعتولك رسائل والكلام ده. اه فيه حد تاني اه مبعتلكش? اه. اه. لا مش مبعتليش اه. اه. كان يعني شوف كانت الاستاذ الفنانة عحمود عبمغني بتكلم عن الزمالك وهتوبع فيه منافسة. والماني يعني الزمالك ياخد داول. مفيش ماني. احنا بنحجب. مهي ياخد داول. اسماعيلي مهي ياخد داول. على فكرة كل بتواقل اسماعيليه مني نحن. كاس مصر كان معانا. اه. تلاتة دور اخدهم معانا احنا. اه. سبعة وستين واتنين وتسعين ولا اربعة وتسعين. والدور انت اربعة اربعة بتاع امان. يعني. ما بنكرهش الخلا. والمحلة خد الدور. اه. ترسانه. ترسانه. في يوم الايام. اه. المقاولين. خد اتنين دور ومن النادي الاه. فما ما فلس نجمة الحظ ونظمة مش عارف ايه. ونبز بقى التعصب. انما ليلة المباراة. تفاجأ بقنافة ضائية. اه. جاي بواحد. وبيعلن عن نفسه. على هوا. من انت عايز الكرة ترجعه بجمهوره. بتناشده وعمل برامج. شوف انت بتتكلم يعني انا بتابعك. اه. يازم يبقى فيه حوار. وانا اللي بطلب من هنا من خلالك. اه. ان الالترس. يبين اربعة خمسة يبقى جبار ليهم. لو هما مش متقبلين احنا كناس قديمة. اه. يبقون اربعة خمسة يمثلوهم. يبقى فيه لغة حوار. اه. اللي ممنوح. ويلي مش ممنوح. ويلي مسموح. ويلي مش مسموح. عشان الامور تمشي. اه. طول ما في حوار. وتقرب من اي حد. احتضنه ابنك. انما عمال على بطال وهو ملوش كبير. وبيتعامل على ان هو الكبير. هو بيخطأ. وبيزود الخطأ. فكل بيهاجم. اه. وكل بقول ان الناس دي مش كويسة هو. وفي ناس كتير تقازد بوقف الكرة من غير جمهور. اكيد طبعا. ناس كتير قوي. واقفة. اصفات كتيرة. يعني واقفة حال وفيه لعيبة ووقف حالها. ولعيبة تنقلت من قنديمة ما فيش كورة. اه. ما هي بتدخل. اه. انما في جمهور وفيه شغل بتمشي. اه. فلما اجي اتفرج على قناة كابتن. تشتغل اتنين بالليل او تلاتة بالليل مصهرة الناس. اه. عشان يزرع التحصب. ليه ايه اللي حصل? يعني اه. اذكر. اه اه ايه كاملتان. يعني الدكتور عامر عب حق اوالا استاذ انا بعزه اوه اوه اوه. راجل محترم جدا جدا. طبعا. وكنت من اشد الفرحانين بصعود نادي النصر. انه نادي كاهيري. نا وهو عمشور نادي النصر ده. جايب اسطورة كورة في مصر. كابتن محمود الخطيب. يعني كل الحاجات دي. ويجيب حالة اوه كابتن الاستاذ الفنان الكبير معه. استاذ احمد عفيفي. واعد. استفز جمهور النادي الاهلي. اه انا بقولك راقيه. كل واحد دي حرية في الرأي والى واحد يقول اللي بمزاجه. ويقول له محدش يحاجب حرية. يا عم ماشي. انما بتستفزك مشاقر الناس اللي هي اكتر ناس منك. اه بس اه بس اه اقوله ايه انا اه. هو اعطاه لك. اه بس احنا 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 العفيفي اللي هو المحلل على النقق اللي هو على اليوتيوب ونهت بتكلامك. اه. يعني حتى لو وجه اتنظره كده ما فاش مش بايش على دماغنا بس متبقى الصاهرة كامله والمدخلات متفق علينا بقولك ما بتكثفش كل اللي جاي لا لايكسب اربعة تلاتة تلاتة اتنين لا لايكسب اثنين واحد وهيبقى في ضربات جزارة في احنا بنقول في مصر في الفرحة المنتخب بنعمالين بنقولها تلات اربع سنين بنقول صورة طول لازمينه وبنستحمل انما الفرحة دي هتخش للشعب كله والنادي الوحيد هو بقى حتة الغيز دي النادي الوحيد اللي بيجيب ايه بطولة صعبة هو احنا طب انا عشان بنهي الحوار ما محتاج كم اجناية كده يصوأونا لان الناس افكالت من هنا الحوار فين احنا عايزت يتاقى اللي انت عايزه يقوله مش هتمشي هناك لما تلك بسك بتقول لي بنهي الحوار بسم الله الرحمن الرحيم ما تبدأ يا ابني معاي اقول ايه طب قولي قولي انت عايزه قولي الحق خليك جاريه النادي الاهلي احسان فريق قولي الحق خليك جاريه النادي الاهلي احسان فريق قولي الحق خليك جاريه النادي الاهلي احسان فريق ادي له مية ادي له نار أنادي الأهل فريق جبار ادينه مية دينه الان أنادي الأهل فريق جبار قبل الحق خدليك كيبي أنادي الأهل أحسام فريق قبل الحق عام حاربتي عايزة نسألك علي حاجة إنت فيggا وقت كتير قوي كان يبقى ليك علاقة بالصفقات يعني كنت بتتكلم مع لعيبة بتشوفها في قندية تانية وبتفتح خط كدا صحه ولا غلب؟ من اللعيبة اللي انت فتحت خط معاهم وعرضتوهم على المهانس عبدالقية على المدربين اولا يعني اتكلم كابتن وقل الرياض خيوم من الايام قطع النادي الان ده في ناشئين ناشئين اه 15 سنة اه 14 14 سنة 14 سنة وكان فيه لعبة في طريق جيش انا نزلت ونطيتم المدرج مخصوص للكابتن شاتورتوني وده مايتسبش كنت بقى فيه شعر بقى وكان لسه كان لسه عندي شعر اه جداعا كده وبعدين ايه قلت له لعبة ده قال لي ايه يا حربي انت عاربات شاتور المخلصين اللي مجدد قالها اوى 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 طبعا ربنا يدينه الصحة يا رمانة اللعبة اللي دكوتي عمل علامة مميزة كان فيه ناس مستقلية بالكابتن شاتور ناا لقى على جميع دفندرات مصر كابتن شاتور ده ربنا يدينه الصحة فقلت له كابتن اللعيب ده جامد اوى قال لي ايه يعني عشان عمل قلت له بقول لك اللعيب ده جامد وكان الكابتن اوى الرياض ده والبداية يعني من البدايات بعدين كابتن محمد ابوتريكا كنت بتابع مقشرة قلت له اسئل كابتن عادلي انا كيدة دغري قلت له فيه رعيب اسم محمد ابوتريكا كابتن اوى مليان شوية بس العيب جامد اوى كابتن وينفع معنا اول واحد رشراحه للنادي الاب خليني اخد ده يا بوداخلة مهمة لان انت قلت ان فيه علاقة كويسة وبينك ومشجعين من نادي الزمالك معايا محمد ابو سريع مشجع من نادي الزمالك صراحة كابتن بعاخلي تهنيئة وخش على الفيسبوك عامل تانية باسم من الزمالكاوي ومن الناس اللي كانت نازل عدوية مجلس انا بركتله رغم هزيمته يعني مش باحتبارها هزيمة راجل شاب صغير وطموح ودخل مستقل وجمع خمس تلاف صوت في نادي الزمالك نادي كبير زي كده بتنبع له ان هو يبقى عيد وبارز في نادي الزمالك وراجل محترم كابتن وائل مساء الخير مساء نور اخبارك ايه انا انتمل نادي الزمالك ومرشح سابق اه في نادي الزمالك في حضوث مجلة في القدارة تمام تمام دي حقك ويسا طيب اه باركت العمحاربي والاصدقاءك الاهلوين مبرح لا المشكلة اللي انا اصفت اللبن وصفت اللبن سعين كلمية منها كلها اهلوين تمام كل اصحابنا احنا عنا بحثري من النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وبركت لهم النادي الاهلي ونادي الزمالك انا نتكلم باسم مصر دلوع لتبسنوين والف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وده يعتبر لمصر وكلها ومش ليسا للنادي الاهلي الوحيد مزبوط وبإذن الله اللي جاي احسن فترة اللي جاية وهي ده الروح والرياضية احنا عاوزين نبقى لعلاقة بنا وبننادي الاهلي علاقة خب ومؤدة ومشكلة من الاهلي والزمالك وكلنا اخوات وعن نحارب هو على سبيل المصر وعن نحارب والخوات يكبرون مشجيئة النادي الزمالك ونقعد مع بعضنا كلنا وحجائب وما بيش اي حاجة بلنا وبن بعد خالص ان كل حب واحترام مزبوط مزبوط وببرك لحضرتك وبإذن الله كده يفضل النادي الاهلي مشرف مصر كلها بإذن الله وإحنا نتمنى بكل روح رياضية الزمالك اللي بيسعل بطولة لو خبوا طولة احنا مش هنزعل في ظل ان احنا بنعمل احلال وتجديد فضل بس عنا حرب بقى باتمنى كده يا بخر بطولات ليكو بقى كفية كده عشان احنا بنتمنى لكم بكل حاجة حلوة والله احنا بنكمل بعض مصر اهلي وزمالك والنادي الاهلي والنادي الاهلي مشرف مصر واحنا بيزنا اللي بيحسلين برضو والنادي الاهلي واحدها مصر في الهدارة تمام بشكرك جدا من استاذ محمد بصريع اه يعني اعودوا فيه نات زمالك طيب اه عايز اسألك علاقتك مع الخواجه والتطور انتم من قادم اتنين اه علاقة كويسة؟ انا ابدأ منه الليل كان فيه هو ليه جيل قبل منه برضو الحمومك دي اوزو وفيه معالي اوطة مثال ربنا دينه السحة لا 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 انت عارفكم اننا بنلعب نلعب كروش يا رب قبل المباراة نخش المباراة ونلعب ضربات جزاء وعلى فلوس كده وكان فيه ودبك المباراة واللي بيني وبينك تسعين دقيقة تشجيع محترم مفيوش اي مشكلة بس ربنا نصير لي دايما نخلي انا عايز اقولك برضو ان النادي الزمالك او مجلس سدارة نادي الزمالك بعد برقية التهنية لنادي الاهلي النهاردة برضو دا كلام محترم وممكن ترجع على العلاقات تانية الرئيس كمان رئيس فتاح السيسي للنادي الاهلي وجمور النادي الاهلي جمور النادي الاهلي والالتزام هو اهلاوة او زمالكاوة؟ لا اهلاوة متأكد؟ اه انا دي متأكد متأكد من هو الاهلي؟ اه انا متأكد المشور تانطاوي كان زمالكاوة كان زمالكاوة ما عرفناش ناخد حد من حرص الحدود ولا من جيش بسعبه هو عشانك كان بيقولهم لا انا مكلمك بقى امانة يعني انا متأكد اي حد من الاهلي من التراجش والحرصة يبقى الديها وفاق لا بس سات المشير بقى ربنا وفاقه في اللي هو في شكله كتيره ما بيتدخل خدت بال حضرتك والبطلق كتير الحمد لله الواحد بيشجع 48 سنة انت من الناسبة انك سألتين على العيبة كانت العماد النحاس انا كان ليها السبب الرئيسي ان انا جمع ان هو يجي النادي الاهلي عن طريق برضو الكابتن حسام البادري لان صعب ان المدرب يكلم لعيب وتطلع في الجرائد فكت انا بقى همزة وصل كابتن اسلام الشراطة واتفقت مع كابتن عمري فاهيم وهو اللي ما حصلوش مصيب بعد كده جبت احمد حسن استكوزي رامي ربيع طارق سعد اخره مع الحميد احمد وربنا موفقوش سيد حمدي عرضته قبل ما يلعب كرة في فيتروجيت وانا اللي سلمت كان بيتبعه وسلمتو للكابتن مختار مختار ومع ربنا يديهم الساحة وكابتن محمود صالح في الملعب الفرعي في استاد الفغيرة في البتروجيت وبعتولو وكيل يخلصوا تعرف ان الواحد ما معندوش امكانيات يعمل وكالة فالحمد الله يعني بنحفظ الله وانفكر تعمل وكالة لا احنا غلابة بس سيدونا حقنا عشان ربنا يبارك له اما انا وسيط فزي ما بتدي الوكيل عشان ماسكك كابتن احمد روف انا جايبوه عن طريق الععيب من نادي الدخان كان بلعب في نادي القناة عملتنو شرائط وتفرجو علي وجبتو جي النادي الاهلي وربنا كرام وراح امي حимиوه عن طريق امي zoning المدري Comms نسكن التاريخ بقى بتاع الجمهور امم يعني لا ننساش لسته حمد أحمد حمد حمد دة حمد احمد ده راجل محترم المحترمين اللي كانوا بيقام مت presente جي لوكابتن الجهر يعني وكابتن حسين حافيفي شريك العمرxico كافى Sale其 دة ويالي بقى حسن انبابا وعحمد جزرة واشرف كورة ورفعة تومة وخلدي الشيخ شاكي ومحمود اوجن وغايبوبة وعمر الكوح الناس اللي بسميها ديها كانت بتقود جماعير كانت تقود مدرج بالعشرين الف والتلاتين الف ونسيت برضو حاج مصطفى والحاج مصطفى بقى اضخلين لا طبعاً يالو كرين والدكتور شام والدكتور شام والشيخ شريف في ناس محبين لنا ولينا مية الراجل المبارح غير المدرغات شوكولاتة عرفتو بحاجة أحمد عبد صادق هو يعني بقى منا المدرغات لغاية ما لماتش خالصوات ناس طلعت بيأكلو فشوكولاتة ربنا يحميه ويرمش شوكولاتة ويزود شوكولاتة انا بشكرك شو كان جزيه عبنحاربي بجد وشرفتوني احنا حاقة ممسطين بيها وبنحي الزمال كوية قبل الاهلوية بكله رياضية عشان لازم نحب الخير لبعضينا مصبوط. ونبعد ده التعصب ده عشان الكرة ترجع. بإذن الله ترجع ان شاء الله. لازل اقولك انا بتمنى لو اسرائيل بتلعب لقى الكلام النغة مدينة بعيدة عننا بقى. بإذن الله عم حاربي كبير مشاجئة النادي اللي انا بشكرك شكرا جزيلا. عم ريزي بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقاتنا النهاردة من الرياضة اليوم مع وقيا الرياض. بكرة ان شاء الله حلقة جديدة بإذن الله لو ربنا اراده كانين عمر. سلام. موسيقى أعظم دادي في كورد. يا كل الدنيا في كورد. أعظم أحيكم في كورد. يوم داستوري يا عيد. أطريبا كنت عيد. يوم موطر شكرا. أطيربا كنت عامي. موسيقى 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 موسيقى